عقد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي اجتماعاً لبحث إجراءات دعم وتحفيز صناعة الدواء وأكد رئيس مجلس الوزراء أن هذا الاجتماع يهدف للاطمئنان على توفر أرصيدة كافية من الأدوية والمستلزمات الطبية المختلفة وكذا وجود احتياطي آمن بها مشيراً إلى أنه يتم التنسيق المستمر مع البنك المركزي بشأن سرعة الإفراج عن المواد الخام والأدوية والمستلزمات الطبية كما أكد مدبولي أن هذا هو التوقيت الأنسب للعمل على توطين وتعميق التصنيع المحلي للدواء مشيراً إلى أن الدولة مستعدة في الوقت الحالي لتقديم أي محفزات أو تيسيرات لهذا قطاع وغيره من قطاعات